إذن بعد تحديثنا للموديل EDMX File فنحتاج من أبدأ العمل report بالنسبة لبروجيكت فنقرع لي click payment ثم مع ذلك أعمل لreport حتى أضمن عملية التضمين بشكل صحيح للموديل الآن بعد ذلك أبدي أتجه إلى grid control ثم أضغط على التاغ هنا وأذهب إلى data source wizard لو تلاحظين أنه الآن باحتباره أننا أخذنا copy paste كنسخة فترح تجد أنه في الأساس يعني هو متصل فيه الكاتيجوري فأضغط على data source wizard ثم بعد ذلك أبدي بإضافة الجدول الخاص فيه جدول الموردين فأبدي أختار من هنا الجدول وطبعا رح يقل لك رح يبدي نشيل لك الكود الخاص فيك في الخلفية ضغط على finish وأنتظر من عنده لأنه يعمل لك generate بالنسبة لكود وأبدي بحث في الكود السابق الخاص في يعني الخاص في الأصناف فأبدي بحث فينتهي هنا الكود أبدي بحث بهذه الشكل طيب الآن خليني نقوم بالرجوع إلى تصميم tile view أدخل على designer أوكي أبدي بحثف الأعمدة السابقة أوكي أبدي بحثف هذه الأعمدة أعمل عليها delete من هنا delete column ثم ذلك أقوم بإضافة هذه الأعمدة أضيف الـ id أحتاج إلى name إلى phone number email ثم ذلك الصورة هنا رح يكون عندنا ترتيب بهذا الشكل ثم ذلك أتجه إلى layout layout رح أبدي أحتفظ في الإعداد السابق أتجه إلى tile template وأبدي بزيادة الحجم الخاص في هذه التمبلت فخلينا نزيدها حتى تكون عندنا بهذا الشكل أبدي طبعا بزيادتها زيادة الارتفاع أنا رح أبدي أضع أكثر من column وبزيادة العرض حتى يكون عندنا مثلا زيدة يكون عندنا مثلا بهذا الشكل أوكي أبدي بإعطاء عدد من الصفوف أوكي أضيف أكثر من الصف فأبدي بإضافة صف ثالث أوكي وآن نحذف هذا الكلام ونبدأ بالتقسيم من الصفر فليكن عندنا كم صف الآن نحتاج نحتاج 1, 2, 3, 4 لأربع صفوف الآن عندنا 1, 2, 3 وابدي أضيف الرابع أوكي طيب أبدي هنا يكون عندك الإسم هنا رح يكون عندك phone number هنا رح يكون عندك الإيميل أوكي تكون عندك بهذا الشكل ثم هنا رح تكون عندنا الصورة أوكي طيب أبدي بإضافة هذه الأعمدة كلها طبعا طبعا هنا لو تبدأ الضيفة رح يبدأ ياخذ على الـ ID احنا ما رح نحتاج الـ ID في الأساس نحتاج إلى الـ name أوكي ثم إلى الفون المفروض أنه الفون number يكون عندنا الثاني هنا فأبدي بنقله هنا وعدنا الإيميل وعدنا الإيميج أوكي رح تكون عندنا بهذا الشكل طيب إضافة له ذلك أحتاج إلى تغيير الفونت الخاص في العناصر هذه فأبدي أتجه إلى الفونت اللي موجود لنا في الأفريانس فيه الجزء النورمال وهنا عدنا طبعا الفونت أبدي بتغييره إلى الـ AT مثلا نختار الـ BC 14 ثم نقرأ على أوكي أبدي أخذ هذا copy CTRL A и CTRL C وأبدي أطبق على الأعمدة الأخرى هنا الفون number وهنا عدنا الإيميل أوكي بالنسبة للصورة تبدي تضمينها كجزء كصورة أوكي الآن خلينا نقل هنا على CTRL S ونتجه على layout رح يطلب من عندنا عملية حفظ هذا التامنية رح أقل لـ Yes ثم على ذلك أبدي أخرج من الـ Designer إذن رح تكون عندنا بهذه الشكل تقريبا كتصميم للـ layout ما شفناها عندنا الاسم الفون number الإيميل ثم بعد ذلك عندك الصورة يمكن أنه تعرضها على شكل مضمنة عندك المعلومات لا أفضل أنه نعرضها على شكل باحتبار أنه هي يعني مو معلومات كثيرة جدا إحنا وضعناها للمورد موسيقى 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 موسيقى